هذا ويعد نظام حماية الأجور رافدا هاما في مجال المحافظة على الحقوق العمالية المالية حيث يضمن تحويل أجور العمال إلى حساباتهم المصرفية بشكل منتظم وفي مواعيدها المقررة بما يعزز الشفافية وعملية الرقابة وبدعم السلطة القضائية في تسوية النزاعات المتعلقة بالأجور ضمن التزامات مملكة البحرين بالمحافظة على حقوق العمال ووفقا للتشريعات الوطنية المنزجمة مع معايير العمل الدولية وبخاصة ما يتعلق منها بحقوقهم المالية والتي يحكمها عقد العمل يأتي نظام حماية الأجور رافدا هاما في هذا الشأن والذي يسعى إلى ضمان تحويل أجور العمال إلى حساباتهم المصرفية بشكل منتظم وفي مواعيدها المقررة بما يعززه الشفافية وعملية الرقابة ويدعم السلطة القضائية في تسوية النزاعات المتعلقة بالأجور بالإضافة إلى الحد من الظواهر السلبية في سوق العمل مثل العمالة غير النظامية نظام حماية الأجور هو النظام يقضي بلزام صاحب العمل في القطاع الخاص بسداد أجور عمالة المنشأة عبر البنوك والمؤسسات المالية المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي بالآليات المعتمدة وفي المواعيد المحددة لذلك وذلك حسب ما نص عليه قانون العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات المكملة له أنشأت هيئة تنظيم سوق العمل بتقريرية إلكترونية قاعدة بيانات مبتكرة تقوم بجمع هذه المعلومات لجميع موظفين القطاع الخاص تبين مدى التزام هذه المنشآت يشكل النظام نقلة نوعية وشفافة ودقيقة ويهدف إلى حماية حقوق العامل في المرتبة الأولى وأيضا حفظ حقوق أصحاب العمل من الشكاوى الكيدية التي ممكن أن يكون يتعرض لها صاحب العمل وأيضا تسهيل تحديد المؤسسات المتخلفة عن سداد الأجور وأخذ الإجراءات حيال ذلك ويحافظ على سمعة مملكة البحرين دوليا في مجال حقوق العمال ومكافحة الاتجار بالأشخاص ومكافحة العمل الجبري ويحقق نظام حماية الأجور لأصحاب العمل الحفاظ على محيط عمل مهني ومستقر من خلال الحد من المشاكل العمالية والذي سينتج عنه تطوير بيئة العمل بشكل يضاعف الإنتاجية ويضمن استمرارية نمو الأعمال وديمومة المنشآت كما ويوفر النظام لأصحاب العمل ما يثبت ويوثق دفعهم لأجور العمال وبموجب هذا القرار يلتزم صاحب العمل بسداد أجور العاملين لدي وفقا لنظام حماية الأجور وذلك من خلال أي من وسائل الدفع المقدمة من قبل المرخص لهم من مصرف البحرين المركزي على ثلاثة مراحل حيث تشمل المرحلة الأولى أصحاب العمل الذي يعمل لديهم خمسمائة عامل فأكثر ويبدأ تطبيق هذه المرحلة في الأول من مايو عام 2021 بينما تشمل المرحلة الثانية أصحاب العمل الذي يعمل لديهم من خمسين إلى أربعمائة وتسعة وتسعين عاملا ويبدأ تطبيقها في الأول من سبتمبر عام 2021 أما المرحلة الثالثة فتشمل أصحاب العمل الذي يعمل لديهم من عامل واحد إلى تسعة وأربعين عاملا وسيبدأ تطبيقها في الأول من يناير عام 2022 ترجمة نانسي قنقر